بعض المصدرين بالنسبة للأعباء الأعباء المالية اللي هم تكلموا عنها الأعباء دي كانت إيه؟ ولهم حق فيها ولا لا؟ ونقدر نخففها ولا لا؟ تمام هو الأعباء اللي تكلموا فيها كلها ظهرت بعد صدور المنشور رقم 51 لسنة 2021 واللي صدر في 9 ديسمبر 2021 وعلى أن يبدأ العمل به من 1 يناير 2022 المنشور قنن وضع البدلات البدلات وضعها قانوني من الأول اللي كانوا بيقولوا في الشكوى اللي كانوا مقدمينها البدلات الخاصة بمين؟ لأن أنا قاعد مشاهد قدام يمكن مش عارف القصة هوضح كل حاجة هو منذ سنة 2001 بالقرار وزاري قرار وزاري زراع رقم 3007 لسنة 2001 في مدته رقم 77 قال أن على المصدرين والمستوردين تحمل كافة النفقات والأعباء الخاصة بتصدير أو استراءات شحنتهم ومنها نفقات انتقال العاملين من الحجر الزراعي لعينة الشحنات ديت خارج مواقع عملهم داخل مواقع العمل إحنا لنا أكتر من 41 منفذ على مستوى الجمهورية في كل المواني وفي كل المطارات البحرية وفي كل المنافذ البرية في مكاتب حجر الزراعي أي شغل بتعمل داخل مكاتب الحجر الزراعي ديت لا يتم تحصيل عليه أي بدلات ما الشغل ده للي جاي بس لللي جاي أو لللي خارج للوارد أو لللي خارج برضو لأنه اللي بيصدر ما هو بيصدر من منفذ ماشي مواقع انت هتسمحلي ان انا في محطتي مثلا اخلص وعبي وبعدين اروح للمحطة اتعامل ايوة مش من مصلحتك ان انت تخلص ليه بقى لأن في اغلب الحالات احنا رصدنا الموضوع دوت في 2012 وتم اقرار اللي جان تنتقل للفحص في محطات العملاء لأن في شحنان كتير بيتبقى العميل مش عارف في اشتراطات الدولة اللي هيصدر لها ايه فيقع منه اشتراط من الاشتراطات ماينفذوش تيجي البضاعة بتاعته للمينة بعد ما صرف عليها وجهزها وجاب عمالة يومية وجهزها بشكل تام للتصدير وبعتها للمنفذ عشان تتصدر لأن عنده اشتراط ناقص فالمنفذ رفض الشحنة ورجعها له تاني لانها تطرفت في الدولة المستوردة فكده حصل عنده خسار فادحة جدا ان هو جاب البضاعة ديت وجهزها وفرزها وكلف عمالة وكلف كرتون وكلف بانت وكل الكلام دوت كل دي بتترجم لفلوس وتكلف عليه وفي الاخر تترفض وترجع تاني عشان خاطر يتعاد كل الكلام ده من قوله جديد فمن مصلحته ان هو يعمل التعبئة يعمل اشراف من الحجر الزراعي في مكانه قبل ما الحاجة تتنقل من مكانه تروح للمنفذ اللي هتصدر منه وبالفعل من 2012 نزل القرار ان بعض المحاصيل مش كلها بيتم فحصها في مناطق انتاج العميد في المناطق اللي هو عايزة فهو بيتقدم بطلب عشان خاطر يطلب وينتدب لجنة تعمله الفحص دوت في منطقة الانتاج بتاعته او في محطته سواء او في مزرعته وبنان عليه بتنتقل اللجنة ده تروح للمكان ده مقابل الانتقال دوت وشغلها خارج اماكن عملها فيه له بدلات البدلات ديت موجودة من زمان جدا ومقننة بالقرار 3007 لسنة 2001 وتم التأكيد عليها في قرار الوزاري برضو رقم 562 لسنة 2019 في المادة رقم 9 بنفس الالية مع اضافة بقى تانية ان الكلام ده يتم عمل ليحة مالية وتقنينه ما تسيبوش للتعامل المباشر ما بين المصدر كان المصدر او صاحب المحطة بيدفع للمهندس في الحجر الزراعي مباشر كان الكلام ده موجود لحد 1.1.2022 بتدقى من 1.1.2022 ومع صدور قرار جمهوري رقم 116 لسنة 2021 بفتح حساب خاص للحجر الزراعي ووجود مرونة للحجر الزراعي ان هو يقدر يستقبل الفلوس دي ويديها بقيمتها كاملة للمهندس من غير اي خصومات ولا اعباء مالية زيادة على المصدر ولا خصومات من المهندس فتم تنفيذ المادة رقم 9 في قرار الوزاري 562 بان الحجر الزراعي يستلم الفلوس ديت ويرجع يسددها تاني للمهندسين كاملة بدون اي خصومات فما كانش عندنا المرونة المالية ديت قبل صدور القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2021 وصدور لاي حملية متخصصة صدرت برضو في شهر مايو وابتدأ العمل بيها ادينا فرصة للناس وعرفناهم ان ابتداء من 1112 هيبدأ تحصيل الرسوم من خلال الحجر الزراعي البدلات ديت هتبدأ تحصلها من خلال الحجر الزراعي لتزددها للمهندسين طب حضرتك شايفي المشكلة فين يعني هم ليز علانين من دي اذا ما زادتش على حاجة لا هي ما زادتش بالعكس يعني ممكن نقول قلت على ناس كتير جدا كانت دفاعه اكتر لكن هي المشكلة يعني موضوع برضو ان المصدر لما ييجي يتعامل ويدي المهندس فلوس مباشرة ممكن ده يخليه له يد عليا او يقدر يساوم المهندس لو فيه شغلة عنده مش مظبوط ان هو يمشهوله يعني المصدر قد لا يعلم ان ده مبلغ معلوم لدى هيئته او ادارته او ادى الوزارة اللي هي مكلفة فممكن يبقى اكرامية يبقى رشوة هي مش رشوة ومش اكرامية هو وضع مقنن هو المصدر قد يتخيل قد يتخيل ده فعلا ويقول انا امانا ادي له الفلوس لو عندي حاجة مثلا في الفحص نقصة مش كاملة اللط بتاعي مش كامل بشكل مكتمل المفروض ان انا ما فحصوش اقول له لا كمل شغلك الاول وبعدين هفحصو فبعض رصدنا حالات كتير جدا السنين اللي فاتت ان في بعض المهندسين لما بيرفض الشغل المصدر بيعزف ان هو يدي له فلوس يقول له لا انت كده خلاص ما لكش بدل عندي انت كده رفضت الشغل فطبعا ده احنا كنا بنتكلم مع المصدرين وبنقول لهم لا الرجل ده طالع معاك وانتقل من مكانه وراح يعمل لك شغل في غير موعد العمل الرسمية وفي غير اماكن العمل الرسمية فده يستحق البدل بتاعه في بعض الشركات كانت بتستجيب وتدفع البدات للمهندسين وفي بعض الشركات كانت ما بتستجيبش وما كانش عندي قلية ان انا اقدر ان انا اقدر يعني ازبط العملية فدرقتي القلية والمرونة اتواجدت بالقرار الجمهوري وباللايحة المالية وما بقاش فيه تعامل مباشر خلاص من واحد واحد الفين اثنين وعشرين احنا منعنا التعامل المباشر ما بين المفتش الحجر الزراعي وما بين الشركة المصدرة او المستوردة وبقى التعامل من خلال الحساب الخاص بالحجر الزراعي مين اللي قال لحضرتك انا بقى هكون بدل المصدر شوية للغائب يعني مين اللي قال لحضرتك ان المهندس بيروح مهمته وبيكتفي بان لحضرتك لما تبقى تحول له حسابه انه ما بياخدش كمان حاجة اضافية على سبيل الاكرامية او او الى اخره او او انه يضغط او انه يضغط معلش احنا لازم نكشف نفسيا بدل ما الناس تقول انتو يعني بتداروا حاجة انت عارف ان حتى الدكتور احمد كمال عالطار اعترف وقال انا منش لنبي مرسل ولانا هقدر اوقف ورا كل مراقب مراقب عليه تمام وعارف ان اي ممزومة رسمية في الدنيا لها اختراق صح ولا لا طبعا فمين اللي ادراك ان المهندس ده الله اعلم هو مين يعني احنا عندنا 200-300 مراقب 800 مهندس 800 ممكن يبقى فيهم 200-200-300-400-800 لا بياخدوا فلوس كمان ودول اللي ممكن بيشتكي منهم لسه المصدرين هو بقى هنا النقطة لو المصدر عامل شغله مظبوط وما فيش اي خلل او حاجة في البضاعة اللي بيعملها مش مصلحته ان هو يدي المهندس حاجة زيادة هو انا شغلي مظبوط مش هيتلكك له على حاجة لكن اللي بيحصل ان في بعض الناس بتبقى عايزة تمرر بعض الاخطاء او بعض التجاوزات ومقابل ده بتضطر تدفع مهندسين للمهندسين ضعاف النفوس بعض المهندسين ضعاف النفوس مبالغ عشان خاطر يمرر وده موجود في كل اجهزة الدولة واحنا بنحارب دوت طبعا دي حاجة مرفوضة تماما واحنا بنحاربها واللي بيتمسك بحاجة زي كده طبعا بيتعامل معاه تحقيقات لحد تأكد من قيامه بالحاجات دي وبالفعل احنا بنعمل وعملنا قبل كده تدوير وظيفي وخرجنا ناس كتير من برا الحجر الزراعي بسبب مواقف زي كده فبالفعل ده اجراء حتى من قبل تقنين الوضع كان فيه ناس بتساوم المهندسين بتساوموا الشركات وتم استبعادهم من الحجر الزراعي بعد اكتشاف الحالات دي وانا بادعو كل المصدرين وكل اصحاب المزارع اللي بينزلهم لجان من الحجر الزراعي في حال وجود اي شكوى من المهندس ارقام الشكوى الموجودة في قلب المنشور والمجلس التصديري معميمها للناس يتصلوا بينا ويبلغونا بالزبط بس هم حاجة يكون معا الادلة على الكلام بتاعه ده طبعا مش اي كلام مرسل لان احنا بنحقق في الموضوع والمهندس اللي بيثبت عليه الخطأ ده وقت بينجزي والشركة اللي بتثبت عليها الخطأ ده برضو بينجزيها وبنوقف التعامل معها لان ممكن تكون الشركة المهندس رفض ان هو يمرر لها حاجة خطأ وتعمل فيه شكوى كايدية في الحالة تكتشاف ان الشكوى كايدية بيتم معاقبة الشركة برضو طيب السؤال هنا الطبيعي برضو مين اللي اقدر البدلات دي؟ او كيف تم تقدير هذا البدل؟ مش ممكن يبقى مبالغ فيه؟ طبعا يعني انا سمعت واحد بيقولي ده ممكن اي جوا ده عندي عشر ايام ومعرفش عربية ايه ومعرفش ايه لاني ده فعله التسعة تلاف وبعدين اوفر ايه ساعات زيادة فممكن اديله اتناشر الف جنيه او خمسشار الف جنيه هاجة حملهم على الشحنة او على الكمية اللي هي انا هطلعها خلال فترة وجوزها هذا الموجوء هذا المندوب يبقى دي تكلفة اضافية كبيرة جدا لا هو طبعا الكلام دوت مش مظبوط من ناحية ان اللي بيطلب لجنة بيطلبها وقت ما بيكون عنده شغل فانا عندي شغل النهاردة بطلب لجنة النهاردة لو انا عندي شغل لمدة خمستاشر يوم كاملين بطلب اللجنة لمدة خمستاشر يوم وبتفضل لجنة معايا موجودة يوميا لمدة خمستاشر يوم الايام اللي انا ما بيبقاش فيها عندي شغل المهندس ما بيروح ليش ما بيروحش المحطة أو ما بيروحش المكان بتاع التصدير ده وبيرجع إدارته وفي اليوم ده ما بيتحسبش عليه مبلغ فطبعا المبلغ دي مش هتتحصل غير لما يكون عنده شغل بشكل يومي ولمدة 15 يوم وده مبلغ للاتنين مهندسين مش مبلغ لمهندس واحد عشان برضه أقول المهندس اللي بيجي لي